بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سيدي يا رسول الله أمفلج ثغرك أم جوهر أرحيق رضابك أم سكر قد قال لثغرك صانعه إن أعطيناك الكوثر اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا صاحب الكوثر وعلى آلك وصحبك وأتباعك وحزبك وكل من اهتدى بهديك وسار على ضربك إلى يوم الدين وبعد مشاهدين الكرام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم على مائدة شموس العارفين في تقلب الساجدين شمسنا اليوم أيضا من البيت الهاشمي مولانا حبر الأمة وترجمان القرآن وبحر العارفين وشمس المحققين الصغير سنا الكبير علما وفهما ربيب حجر النبي صلى الله عليه وسلم مولانا عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس أحد صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلونا نكون في البداية متفقين على حاجة سيدنا عبد الله بن عباس اتولد في العام قبل الهجرة بثلاث سنين يعني في العام السابع من البعثة قبل هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة النبي هاجر عشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس اتولد قبل هجرته بثلاث سنين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات وسيدنا عبد الله بن عباس تلتاشر سنة يعني حط دايرة كده على الرقم انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى وعمر عبد الله بن عباس تلتاشر سنة اللي عمره تلتاشر سنة دوا احنا بنقول فيه حبر الأمة وبنقول فيه ترجمان القرآن وبنقول فيه بحر العارفين وبنقول فيه أعلى من ناس بكتاب الله وبنقول فيه أعلى من ناس بسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارفين في العمر دوا روى عن سيدنا النبي كم حديث احنا عندنا في علم الحديث حاجة اسمها ايه اكثر من روى عن رسول الله تلاقي مثلا اكثر من روى عن سيدنا النبي سيدنا بهريرة سيدنا جابر بن عبد الله سيدة عائشة سيدنا عبد الله بن عباس مش مشكلة أنك تلاقي صحابي عمره أربعين سنة وراوي كتير أو صحابي عمره خمسة وتلاتين سنة وراوي كتير أو صحابي عنده خمسين سنة وراوي كتير أو صحابي عنده ستين سنة وراوي كتير ده اسمه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم لما شاب يعني هو الصحابي نفسه شاب شعره في الإسلام لكن ده تلاتتاشر سنة وراولنا في البخاري ومسلم وقف أنا ما بقولكش في كل كتب الحديث لا ده هم حصروا مرويات عبد الله بن عباس في البخاري ومسلم بس احنا عندنا كتب الحديث البخاري مسلم ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجا البيهقي ملك في الموطأ كتب الحديث لا تعد ولا تحصى اشهرهم البخاري ومسلم الاتنين دول لاؤوا سيدنا عبد الله بن عباس راوي عن سيدنا رسول الله الف ستمية وستين حديث والنبي ميته عنده 13 سنة كان بيوضي سيدنا النبي اول بس ما بدأ يميز كده البداية ابوه سيدنا العباس سيدنا العباس عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بل من اوائل السابقين للاسلام هنعرفين ان اعمام سيدنا النبي ابو طالب كان عم سيدنا النبي ابو لهب كان عم سيدنا النبي سيدنا حمزة كان عم سيدنا النبي سيدنا العباس كان عم سيدنا النبي من اعمام من امن برسلته ومنهم من لم يؤمن أبو لهب ما أمنش لكن هنلاقي حمزة آمن وما تشهد في سبيل الله هنلاقي العباس آمن وما تشهد في سبيل الله هنلاقي كذلك كثير من عمات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا برسالة رسول الله سيدنا العباس بعد موت أبو طالب إحنا عارفين أبو طالب ده كان أكتر واحد يحوط عن نبي يطبطب عليه يخاف عليه لما جوم قريش يخيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انظر في شأن ابن أخيك لو عايز فلوس ندينه عايز جواز نجوزه عايز كذا 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 سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمه لو وضعوا شمسا في يمين أو قمرا في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته ريح دماغك فأبو طالب اقتنع أن ابن أخو صاحب رسالة أن بصص له كده قال له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في الترابد فينا فاشدع بأمرك ما عليك غضاضة وهنأ بذاك وقر منك عيونا ولقد علمت بأن دين محمد هو خير أديان البرية دينا عشان كده السنة اللي مات فيها أبو طالب هي نفس السنة اللي ماتت فيها السيدة خديجة وتسمت عندي سيدنا النبي وفي السير عام الحزن بعد موت أبو طالب سيدنا النبي قال والله ما نالت مني قريش ما نالت إلا بعد موت عمي أبو طالب بدأوا بقى يتعرضوا لسيدنا النبي ويئزوا سيدنا النبي وكذا 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 كانوا يستحيوا من عمه لكن جي سيدنا العباس وقف موقف أبو طالب بدأ يأذر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يغزو الغزوات مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره أنه هو عمه وجي سيدنا العباس جاب سيدنا عبد الله الطفل الصغير الجميل المدلل ده يتولد أثناء البعثة أثناء الرسالة المحمدية قبل الهجرة بثلاث سنين أول ما يبدأ تمييزه سيدنا النبي يتلقفه يقول له تعالى اتولد قبل الهجرة وكان اللي اتولد فيه بني هاشم كانوا محاصرين فيه في السيار وقت اسمه وقت الحصار فيه شعبي بني طالب الشعب ده وان فضلوا لليهود والمشركين لا يجوزوهم ولا يدوهم طعام ولا يبعلهم ولا يشتروا منهم اسمها كانت سنوات الحصار حضرتها سيدنا خديجة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس بالرغم من ده كله هنشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تلاقي سيدنا عبد الله بن عباس بيجهز الوضوء لسيدنا النبي هو راوي الحديث ده سيدنا عبد الله بن عباس يقول ايه جهست الوضوء لرسول الله ثم نظرت إليه وصببت عليه يعني جهست له المية وصبت عليه توضه فأحسنه ما كان مني يعني النبي انبسط بأدبي وأخلائي وانا بتعامل معاه ثم جاء يصلي فجعلني إيزاء يعني جنبه جي سيدنا النبي صلي إمام أم جايب سيدنا عبد الله بن عباس وحطه جنبه فأم سيدنا عبد الله بن عباس راجع وراء فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص قال له لماذا لم تكن حذائي مش أنا قلتلك تعالى جنبي أو إزائي فقال يا رسول الله أنت عندي وفي عيني أعز وأكبر وأعظم من أن أكون إزائك خلي بالك وابن عمه وخلي بالك لطفل صغير على الكلام اللي هو بيقوله بس هي الفكرة كلها أنتوا عارفين فين إن سيدنا عبد الله في السن دو اتربى التربية دي باستحي أوي وبنكسف أوي لما لاقي شيخ طالع على المنبر يقول ورؤيا عن محمد أنه قال يا أخي عيب دا ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقه وصوره ألو يا أيها النبي ألو لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وانت عمل واستحي أوي لما أكون في بلد من بلاد العرب وتلاقي الخطيب على المنبر يقول وعن محمد بل للأسف بتبقى في الحرمين في الحرم المكي والحرم المدني وتلاقي الشيخ واقف على المنبر يتكلم عن سيدنا النبي كأنه واحد صاحبه يقول لك أسلحنا ما بنقدسش لا إحنا بنقدس بتقدس سيدنا النبي أيوة بنقدسه ليه لأنه من شعائر الله والله قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إن ما كانش رسوله يبقى شعيرة هيبقى مين شعيرة تقول لي لا أنتو بتخلوا النبي في مقام الألوهية لا إحنا ما بنخليش النبي في فرق يا جماعة أمة رسول الله معصومة من الشرك أزمة الشرك اللي مليته بها عقول الناس إن دلعوا مشركين ودلعوا باتقبور ودلعوا قبريين النبي صلى الله عليه وسلم لخص القضية وقال لست أخشى عليكم الشركة بعده أمة سيدنا النبي والنهاردة عمر الرسالة 1437 سنة على مدار 1437 سنة لم نرى عاقلا عبد وليا من أولياء الله فضلا عن أن يعبد رسول الله ما شفناش واحد عائل داخل يصلي في مسجد بضريح داخل يصلي للضريح مستحيل دي تحصل ما يبقاش عائل لأنه هو متأكد أنه بيصلي لله وساجد لله يا جماعة اعقلوا ما تقولون الساجد للصنم والساجد لله صورتهما واحدة وإنما فرق بينهما النية اللي ساجد قدام صنم واللي ساجد لربنا شكلهم الاثنين واحد الاثنين ساجدين إيه اللي فرق بينهم النية إن ده ساجد لربنا وده ساجد لصنمه والنية دي محلها فين؟ محلها القلب اتأدبوا مع سيدنا النبي تلاقي الواحد وايف على المنبر يتكلموا عن محمد وقال محمد وروا محمد وفي الآخر يقول لك نسأل الله الحفظ والرعاية لسيدي صاحب السمو عيب عيب قوي مش مشكلة يبقى سيدك صاحب السمو ومعنديش مشكلة بس سيدك وسيد سيدك هو سيدنا النبي هو سيدنا رسول الله اللي قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر دي مدرسة الأدب المحمدي شوفوا سيدنا عبد الله بن عباس بقول له وضتني وبقول لك صال لي جنبي والنبي اللي حطه وعارفين ده اسم حاجة اسمها مقام الأدب هو بالرغب يعني توقيفا النبي حطك هنا تبقى هنا ده ده شريعة لكن الأدب مقدم على الاتباع لو قلت لي أسل النبي قال أولى اللهم صلي على محمد هقول لك أسل النبي متواضع مش هيقول لك أولى اللهم صلي على سيدنا محمد يعني لما تيجي تقول لي اسمك هاي أقول لك اسمي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور العلامة حبر الأمة وبحر التتمة السيد شلب ما ينفعش يبقى أنا إنسان عديم الزوق لكن اسمك اسم السيد شلب أهو سيدنا نبي نصلى عليك إزاي يقول لهم صلي على محمد ده اتباع طب أيهما يقدم بقى الأدب ولا الاتباع طب ما هو كان سيدنا عبد الله بالرغم أن النبي وقفه جنبه ويسمع كلام سيدنا النبي إيه بقى هنا خلاص ده النبي مشرع ده رسول لا خلي الجنب خلاص لكن هو خالف المخالفة هنا إيه مخالفة أدبية سيدنا النبي أنكرها لا سيدنا النبي بعد ما خلص قال له ما منعك أن تكون حذاء جانا ألتلك خلي الجنب إيه فسيدنا عبد الله قال له يا رسول الله أنت في عيني أعز وأعظم وأكبر وأفخم من ذلك فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده إلى السماء وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل عارفين اللي عنده 13 سنة ده بعد انتقال سيدنا النبي للرفيق الأعلى الصحابة أعديل وعد سيدنا عمر وأكابر الصحابة وسيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان وسيدنا علي فجتأيت إذا جاء نصر الله والفتح فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الصورة دي في آخر حياته فسيدنا عمر بيأخذ رأي الصحابة أبو بكر ما كانش موجود أبو بكر كان فاهم دي فما كانش في المجلس دي فكل واحد من الصحابة قال له ليست إلا أن الله أتم الدين هو فعلا ربنا كان أتم الدين ساعتها لأنك قد خلاص الفتحات الإسلامية تمت فتح مكة تم الناس بدأوا يدخلوا في دين الله أفواجها بنص القرآن الكريم وبداية وبشارة بنصر الله ما هو القرآن قال لي إذا جاء نصر الله والفتح وأخذ سيدنا عمر يأخذ رأي 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 كده وجعل سيدنا عبد الله بن عباس كان أصغر واحد في الأعدة قال له ما رأيك يا ابن عباس قال لا أرى إلا أنها أجل رسول الله نعي إليه ياه وعنده 13 سنة عارفين ليه لأن النبي دعاله فقهه في الدين الأزمة في أمة النبي يا جماعة النهاردة مش في حفظ الدين في فهم الدين من يرد الله به خيرا ما أرش يحفظه الدين وإنما قال إيه يفقهه في الدين تبقى فاهم تبقى فاهم أنت بتقول إيه إنما حفظ القرآن 114 صورة تلاتين جزء ستين حزب ميتين واربعين ربع ست تلف ميتين ستة وتلاتين آية حفظ وحافظ كتب السنة التسعة مش هقولك الست ولا الاتنين اللي أمة البخارية لا التسعة بس ما عندكش فهم تورط على طول تود الأمة في دهية لأنك حافظ إنما دعوة سيدنا النبي لسيدنا عبد الله قال فقهه في الدين عارفين إيه بقى التأويل التأويل دوا قالوا فهم بواطن النصوص في فرق ما بين أقولك ده مفسر للآية وده مؤول للآية مفسر للآية يقوم يقول إذا جاء نصر الله والفتح يعني نصر ربنا هيجي وهيفتع على المسلمين وهيكون فيه كذا وكذا ده بيفسر فسر يعني من الوضوح من التبيين فسر يعني بينا فده بيفسر اللي قدامه لكن التأويل قالوا فهم مراد الله من باطن النص يحاول بقدر عشان كده الإمام البيضاوي أم عمل كتاب اسمه إيه في التفسير بتاعه أنوار التنزيل وأسرار التأويل أنوار التنزيل اللي هو التفسير نور واضح فبيفسر وأسرار التأويل اللي هو خاده سيدنا عبد الله بن عباس أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقيه في الدين معلمه التأويل خد موقف تاني بقى والموقف ده مهم قوي احنا بنقول ابن عباس ده مدرسة الأدب سيدنا النبي قال فيه كده قال هو حبر الأمة وترجمان القرآن يا والقرآن محتاج ترجمة لا ده هو تأويل القرآن بقى سيدنا زيد بن ثابت ده أحد أكابر كتاب الوحي يمكن هو رقم واحد اللي أسند إليه كتابة الوحي وته من العلماء اللي تربى في حجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتب القرآن وكان يحفظ القرآن وكان 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 سيدنا عبد الله بن عباس وإذ ذات يوم فلقى سيدنا زيد طالع يركب الناقة بتاعته فوقف بين يدي الناقة وأمسك بخطامها حتى ركبها سيدنا زيد بن ثابت ثم أخذ يمشي بخطام الناقة موقف للي بيفهمه مؤدد طبعا كتير يقول لك هل يجوز تقبيل يد العالم يجوز تقبيل يد العالم وكبير السن المؤمن لما تلاقي والأب والأم والجد والجدة ومن نسب إليه الصلاح والتقوى من أمة رسول الله من باب الأدب يجوز تبدل لك يا مولانا دليل موقف سيدنا عبد الله بن عباسه سيدنا عبد الله بن عباس مؤدد فلا سيدنا زيد عارف إن سيدنا زيد ده جي النبي كان بيحبه قوي وكان من كتاب الوحي ومن حفظة القرآن أم سيدنا عبد الله متأدب معاه فاسمه عندنا في مقام العلم اسمه إيه ذللت عالما ذللت طالبا فعززت مطلوبا طول من تطالب علم خليك تحت انزل تحت رجلين المشايخ انزل تحت رجلين العلماء تلقى منهم العلم فمتخيلين أم مسك له الخطام الناقة حبل الجمال لحد ما ركب وأمس حبله الجمال سيدنا زيد خض قال له لا تفعل يا ابن عم رسول الله ما تعملش ده انت ابن عم النبي فرد سيدنا عبد الله بن عباس قال له هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا سيدنا زيد الكبير الفخم المفخم حفظ الوحي وكاتب الوحي وصاحب مهمة الرسالة كلها قال له ما تعملش ده انت ابن عم النبي قال له هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فأم سيدنا زيد بقى يعمل ايه ينزل على سنه 13 سنة يبوس ايده يقول له وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا بيقول له ما تفعلش انت مسك خطام الناقة قال له احنا اتأمرنا نعمل كده مع العلماء فأم سيدنا زيد متأدب ونزل بيس ايده قال له كما نتأمرنا ان احنا نعمل كده مع اهل بيت سيدنا النبي ده انت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي دعاله في اكثر من موقف كان ترجمان القرآن كان حبر الامة كان امام الامة عادت اليه وله اكبر مدرسة في التفسير عندنا في علم التفسير حاجة اسمها مدارس يقول لك مدرسة الكوفة مدرسة المدينة مدرسة البصرة مدرسة كذا مدرسة كذا اكبر مدرسة في التفسير رجعت الى سيدنا عبدالله ابن عباس ولما تيجي في كتب التفسير يقول لك قال عبدالله ابن عباس بن امضر بن تعظيم سلام لانه واخد تصريح من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل صاحب الأدب الجم والأنوار المحمدية رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين وعن آل بيت النبي الطيبين الطاهرين رزقنا الله وإياكم البر والتقوى ومن العمل ما يرضى وأمدنا وإياكم بمدد رسول الله دنيا وأخرى ونستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخالطنا فيه ما ليس له نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة